مواجهة المريخ مش مواجهة سهلة خالص لنادي الزمالك انا عايز اقول لكم حاجة ان المريخ والهلال المريخ السوداني والهلال السوداني فرقتين في منتهى القوة في هذه اللحظة مش هما بتوعي السنة اللي فاتت كمان تدعيمات كثيرة اسماء مهمة اجهزة فنية محترمة فالهلال بالنسبة للأهل فريق صعب جدا المريخ بالنسبة لنادي الزمالك فريق صعب جدا جدا المريخ قدام التراجع عمل مباراة رائع جدا الهلال السوداني مع سان داونز عمل مباراة قوي جدا وبالصدفة او بالمناسبة يعني شفت المباراتين سواء مبارات المريخ مع التراجع او الهلال مع سان داونز فرقتين تقال مش بقول ان هما بالضرورة اقوى من الاهل او الزمالك ولكن فرقتين يدايقوا اللي يلعبوا مهما كان المنافس يدايقوهم يعني ممكن يخطفوا منهم نقاط المباراة سواء فوز او تعادل فمحتاجين من الزمالك يوم الجمعة تركيز كبير جدا امام المريخ جدا ما يتعاملوش مع المباراة انها مع المنافس اللي نظريا الاقل في هذه المجموعة لما بنتكلم على تراجي زمالك شابلوزداد المريخ فممكن يكون هما الاقل قوة نظريا بس على الملعب لا مش هينين خالص مش سهلين خالص اني مش حاجة تقلقنا بس حاجة تخلينا ناخد حذرنا نشتغل كويس ده بالنسبة لنادي الزمالك نفس الامر بالنسبة للنادي الالي في مواجهة الهلال خريق صعب جدا المتصدر الدوري السوداني عمل مباراة عظيمة مع ساندون ساندون ساجل هدف بس الهلال عمل مباراة حلوة فيها كورة كويسة ان شاء الله التوفيق يوم الجمعة والسابدون مهمين جدا سواء للزمالك اولا او للاهلي في انطلاقته في دور المجموعات امام الهلال ان شاء الله الامور تبقى كويسة طيب